موسيقى يمضي حزب الله رغم كل النداءات الداخلية والخارجية بضرورة العودة إلى الدولة اللبنانية بشروط الدولة في سياسة تغيير الهوية الوطنية ومعالم المناطق التي يحكم السيطرة عليها من خلال ما يقوم به على مدى السنوات الماضية من استبدال أسماء الشوارع الرئيسية والفرعية سيما في ضاحية بيروت الجنوبية بأسماء قادة وأئمة إيران وكذلك الأمر بأسماء عدد من قتل مسؤوليه وعناصره فالمتجول في الضاحية الجنوبية لبيروت مثلا يلاحظ أن الكثير من هذه الشوارع بات يحمل أسماء شخصيات إيرانية وكأن المشهد الذي يراه هو في أحد شوارع المدن الإيرانية بحيث لم يعد هناك فرق بين الشوارع الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبين شوارع العاصمة الإيرانية تهران وأصفهان ومشهد وغيرها من المدن الإيرانية فإضافة إلى أطلاق حزب الله اسم هادي حسن نصر الله على أحد أهم الشوارع الرئيسية في الضاحية الجنوبية والذي يمتد بطول أكثر من خمسة كيلومترات من بئر العبد وحتى آخر منطقة الكفاءات والذي يعرف باسم أوتوستراد السيد هادي كما يطلق عليه أهل الضاحية فأن الكثير من هذه الشوارع أيضا تحمل اسم قائد الثورة الإيرانية الإمام علي الخميني حيث باتت صوره في كل مكان في الضاحية وغيرها من مناطق الجنوب والبيقاع وبعلبك وحتى أن هناك مستشفيات ومراكز دينية وثقافية قد سميت باسمه في هذه المناطق في موازاة نشر الأعلام والريات الإيرانية في أكثر هذه المناطق وعمد حزب الله أخيرا إلى أطلق اسم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اختالته الولايات المتحدة الأمريكية مطلع هذا العام على أحد الشوارع الرئيسية في الضاحية الجنوبية ووضع لوحة تحمل اسمه كما تمت إقامة تمثال برونزي لسليماني في بلدة مارون الراس الجنوبية المحاذية لإسرائيل تخليدا لذكراه الأمر الذي قوبل بالرفض والاستنكار كذلك الأمر فأن الحزب ماض في سياسته الاستفزازية بحق شراكائه في الوطن من أقدامه على تسمية أحد شوارع منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت باسم مصطفى بدر الدين الذي ولد اسمه من بين المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في بيروت وبسبب ذلك تكاد الأمور تصل إلى حد إشعال فتنة مذهبية بين السنة والشيعة لو لم يتم تدخل العقلاء ويصار إلى معالجة الموضوع بالتي هي أحسن بعدما أعلن تيار المستقبل ومناصروه رفضهم لهذا الأمر ما دفع البعض إلى إزالة اللوحة التي تحمل اسم بدر الدين من مكانها وتداول ناشطون عبر تويتر صورة اللوحة التي علقتها البلدية للشارع تحمل اسم شارع الشهيد الحاشقاسم سليماني ما أثار ردود فعل غاضبة من ناشطين اعتبر الخطوة تعبيرا عن تبعية لبنان لإيران وفي غضون ذلك قال الناشط السياسي المعارض لحزب الله محمد علي الحسيني في تغريدة على تويتر تسمية شارع باسم سليماني في بيروت العربية إمعان في العمالة والتبعية لإيران وتحدي سافر لمشاعر اللبنانيين والعرب الذين يعرفون أن سليماني إرهابي ترك بصماته التدميرية في عدد كبير من بلدان عربية وأضاف الحسيني وهو رجل دين شيعي معم هذا الاستفزاز هو خير دليل على أن حزب الله جرثومة وجسم غريب ومرفوض في المجتمعين اللبناني والعربي من جانبه قال النائب المستقيل من البرلمان مروان حميدي في تصريح إنه لا عجب في أن تبادر بلدية الغبير أصوة بالمؤسسات التي وضع حزب الله يده عليها إلى تسمية القتلى والمجرمين وأصحاب الصوابق في الإرهاب وفي اغتيال الأفراد والشعوب لتزيين شوارع على حساب بؤس ناسها وتدمير ما تبقى من سمعة لبنان وعلاقاته الحضرية والأخوية مع أشقائه العرب والعالم وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للافتة سير إرشادية تسمي طريق الخروج من مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت بجدة الإمام الخميني رفعتها اتحادات بلديات الضاحية الجنوبية كما أطلق اسم القيادي في الحزب عماد مغنية على نفق مؤدي إلى القصر الجمهوري فيما أطلق اسم الزعيم الإيراني الخميني على الطريق القديمة لمطار بيروت وأشارت اللفتة انتقادات عنيفة من مواطنين واعتبروها استفزازا لكونها موضوع مباشرة عند الوصول إلى لبنان وسألوا هل نحن في لبنان أم في إيران في حين أن آخرين اعتبروا أن ذلك يؤكد التبعية الكاملة لإيران التي وضعت يدها على كل شيء في لبنان وباتت المتحكم بهذا البلد وتفرد أجندتها كما تشاء وتؤكد أوصات شعية معارضة للسياسة أن ما يجري هو سياسة مدروسة ينتهجها حزب الله منذ زمن طويل في إطار فرض هيمنته وسيطرته على مرافق الدولة بعدما بات هو الآمر والناهي على كل شيء بعدما أصبحت الدولة أقوى من الدولة وهذا انتل على شيء فإنما يدل على مدى تبعيته لإيران وأجهزتها الأمنية بحيث أن الضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية أخرى لم تعد تختلف بشيء عن المدن الإيرانية ما يدل بوضوح أن لبنان سائر وفق الأجندة الإيرانية التي تعمل على تفريسه وإخضاعه بالكامل للولاية الإيرانية وأشارت إلى أن حتى أهالي الضاحية الجنوبية باتوا يسألون في قرارة نفسهم هل نحن في إيران أم في لبنان؟ ولماذا كل هذا الاستتباع الأعمى للفرص الذين يناصبون العداء للعرب؟